بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أصدقائي سندخل في الموضوع مباشرة كي نختصر عليكم الطريق أولا يصنف التسمم المعوي من الأمراض البكتيرية الهامة التي تصيب الطائر ويؤدي المرض إلى حدوث خسائر كبيرة وعادة ما يأخذ المرض الصورة الحادة أو الخطيرة جدا ويتميز المرض بحدوث حمى مع إسهال مائي شديد وقد يكون مدمى أحيانا مع رعشة شديدة وفقدان الشهية فيتوقف الطائر عن تناول الغباء ويميل إلى النوم على أرضية القفص كذلك ينجر عنه آلام حادة في البطن مع تقي الطائر وزيادة في إفراز اللعاب وتغميض العينين وفتحهما بسرعة غير عادية من خلال هذه الأعراض يجب علينا التحرك سريعا في إسعاف الطائر المتسمم قبل فوات الأوان لأن في هذه الحالات كل ثانية تمر على الطائر المصاب بالتسمم دون علاج تكون خطيرة جدا وربما تتسبب له الموت أولا الأسباب من أسباب التسمم عديدة ومنها التسمم الغبائي والذي يكون في الخضروات والفواكه التي تقدم للطيور قبل غسلها بالماء كذلك ماء الحنفية الذي يأتينا ممزوج بالجافيل أو الكلور وهذا رائج عندنا كثيرا في الدول العربية للأسف الشديد كذلك الحبوب الزيتية التي نقدمها لطيورنا وفي مقدمتهم حبوب البراقة أو بما يسمى الفلارس يمكنها التسبب في التسمم إذا قدمناها للطيور قبل غسلها بالماء وتنظيفها وآخيرا وليس آخرا أوراق الجرائد والمجلات التي نضعها أسفل الأقفاص بنية النظافة وهذا خطأ فادح لأن الطيور ستحاول أكل هذه الأوراق اعتقاد منها أنها غذاء وطبعا كلنا نعلم أن هذه الجرائد والمجلات مكتوبة بالحبر وهذا كاف لإصابتها بالتسمم والقضاء عليها علاج التسمم يأتي عن طريق التشخيص أولا فإن ثبت على الطائر أنه متسمم يجب تقديم له قطرات من الحليب عن طريق الحقنة كإجراء أولي ثم الذهاب إلى الصيدلية البشرية لشراء الفحم الصيدلي وبعدها نقوم بتحنه جيدا ونخلطه بالماء ثم نقدمه للطائر المتسمم عن طريق الحقنة أيضا لأن في هذه الحالة الطائر لا يستطيع الشرب وحده والفحم الصيدلي معروف عنه أنه يمتص كل السموم في جسم الطائر ثم يتم تخيجه عن طريق البراز أجل لكم الله الذي سيكون لونه أسود نسبيا وطبعا تقديم الفحم يكون عن طريق قطرات معدودة لا إفرات ولا تفريط تأكدوا من مخرج الطائر هل فيه ترسبات أو تراكمات من البراز وفي حالة وجود هذه الأشياء يجب نزعها وتنظيف المخرج مع دهنه بقليل من الزيت لإسهال الخروج الفضلات الممزوجة بالفحم بعدها نقدم بعض الفيتامينات التي تحتوي على عنصر فيتامين بي لأن هذا الفيتامين يدعم الجهاز العصبي بهذه الخطوات نكون قد ساهمنا في شفاء أي طائر يتعرض للتسمم بعد الله سبحانه وتعالى وفي نهاية هذا الدرس أنصحكم بمتابعة حالة طيوركم على مدار العام فإذا سيطرنا على الأعراض بغض النظر عن سبب المرض تزداد فرصة العلاج على سبيل المثال إذا وجدنا طيورنا التوعاني من البرد يجب تدفئتهم وإذا وجدنا أنهم يعانون بمشاكل في الجهاز العصبي نقدم لهم البيتامينات وإذا عندهم إمساك نقدم لهم دواء مساحل وإذا يعانون من الرشح نقدم الأدوية التي تستهدف هذه الأمراض وإذا عندهم مشاكل معوية نقدم المضادات الحيوية إلى آخره إذن نسيطر على الأعراض بالشكل الصحيح نساعد الطيور على مقاومة أي مرض وتنجو من الهلاك لم يبقى لي إلا أن أقول لكم إلى اللقاء في أمل اللقاء مجدد بمواضيع أخرى جديدة نستفيد منها جميعا ولا تنسونا بصالح دعائكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته